اهلا بكم الى موجز الانباء قال نائب وزير الخارجية روسي سيرجي فرشنين ان الدول الضامنة ستعقد قريبا اجتماعا حول سوريا بالعاصمة الكزاخية نور سلطان واضف فرشنين خلال جلسة لمجلس الامن الدولي ان عقد اجتماعات على مستوى عال ضمن اطار استانا سيستمر داعينا المجتمع الدولي لدعم عمل اللجنة الدستورية التي ستبدأ اجتماعاتها في جينيف في 30 من تشرين الاول الجاري حسب ما اعلن المبعوث الاممي الى سوريا غير بدرسل افاد مراسل حلب اليوم بان طائرات مروحية تابعة للنظام قصفت منطقة تلال الكبينة بريف اللاذقية الشمالي بالبراميل والاستوانة المتفجرة واكد مراسلنا ان سبع طائرات مروحية اقلعت من مطار سطامو في ريف اللاذقية وقصفت منطقة الكبينة باكثر من 18 برميلا متفجرا تزامنا مع قصف مدفعي وصاروخي ما تسبب بدمار في منازل المدني تمكنت الشرط العسكرية في مدينة جنديرس شمال حلب من القبض على منفذي تفجير وقع قبل اسبوع في المدينة وراح ضحيته خمسة قتلى وعدد من الجرحة واوضح رئيس فرع الشرطة العسكرية الرائد ابراهيم الجاسم في تصريح خاص لحلب اليوم انه تم القبض على اربعة اشخاص واعترفوا بقيامهم بعملية تفجير سيارة مفخخة وانهم تلقوا الاوامر من استخبارات حزب العمال الكردستاني اقدم رجل ستيني على قتل طفل في محيط مدينة بلودانبري في دمشق بعد محاولته الاعتداء عليه في احدى مزارع المنطقة ونقل مراسل حلب اليوم عن مصادر اهلية ان الطفل ذهب الى الرجل بقصد العمل مقابل الحصول على مبلغ خمسمائة ليرة سورية ولم يعد للمنزل ما دفع والدته لتقديم بلاغ للبحث عنه حيث تمت مدهمة المزرعة وكشف الجريمة وقد اعترف الرجل بقيامه بخنق الطفل بعد رفضه الخضوع له وتهديده بفضحه بعد محاولة الاعتداء عليه قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ان الامن اللبناني اوقف لاجئين سوريين بتهمة القتال مع الجيش الحر وذكرت الوكالة انه تم ايقاف اللاجئين في منطقة نبطية جنوبي لبنان اثناء دخولهما البلاد بطريقة غير شرعية مشيرة ان سبب الاعتقال يعود لانتمائهم لما وصفته بتنظيم ارهابي وقتالهم ضد نظام الاسد واضفت الوكالة انه تم تسليم اللاجئين الى فرع مخابرات الجنوب في الجيش اللبناني لاستكمال التحقيق معهما قررت وزارة الخزانة الامريكية فرض عقوبات جديدة على كيانات وافراد روس حاولوا التأثير على انتخابات التجديد النصفي الامريكية التي جرت عام 2018 واضحت الوزارة في بيان صادر عن الوزير مايك بومبيو ان العقوبات تشمل اربعة كيانات وسبعة افراد مرتبطين بوكالة ابحاث الانترنت وممولها يفقيني بيغوزين المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين شكرا لكم على المتابعة انتظروا برنامج فاسألوا اهل الذكر اشتركوا في القناة